بسم الله الرحمن الرحيم طالبات الحبيبات طالبات الصف الخامس الابتدائي من دارس عينزة الأهلية المساري المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ أهلا الشلوم دارست العلوم أهلا بكم النهاردة إن شاء الله هنتكلم في درس جميل ومفيد وإنت تستفيدوا منه في حياتكم العملية النهاردة إن شاء الله هنتكلم إحنا كنا خدنا الضوء وعرفنا أنه هو التاقة المرئية وعرفنا أن الضوء ده هو بتحلل إلى سبع ألوان اللي هما ألوان الطيف وعرفنا أن أول ما نفسر رؤية الأجسام اللي هو العالم الحسن من الهيسام النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي إحنا بنشوف الأجسام الملونة إحنا اتفعنا قبل كده عشان أشوف أي جسم المفروض أنه بيسقط على الجسم ده هو الضوء وبعد كده الجسم ده بيأكس الضوء السقط عليه على العين وبالتالي أنا بشوف الجسم ده الأول أنا هشوف دلوقتي إحنا اتفعنا قبل كده إن في عملية تحليل للضوء تحليل الضوء إزاي عن طريق المنشور السلاسي ده هوت إن الضوء الأبيض بيسقط على المنشور السلاسي وبعد كده بتحلل إلى سبع ألوان اللي هما ألوان الطفل السبع اللي إحنا اتفعنا أول هم الأحمر وآخرهم البنفسيجي الأحمر بيكون أقرب واحد إلى القمة يعني إلى رأس المنشور والبنفسيجي أقرب واحد إلى القاعدة اللي هي قاعدة المنشور خلاص ده إحنا اتفعنا عليه اللي هما بيسميه عملية تحليل الضوء طيب هل ممكن يحصل العكس يا بنات؟ يعني هل أنا لو مسكت السبع ألوان دولت ودي مكتوم مع بعض هل هيجبولي اللون الأبيض؟ نشوف الكلام دهوت بتجربة هعمل إيه؟ هجيب قرص من الورق المقوة الورق الأبيض المقوة دهوت هجيب قرص على شكل دايرة كده دهوت من الورق يعني هقطعه على شكل دايرة بالبرجل كده أحد الدايرة وأقطعه وبعد كده أحدد بالمنقلة سبع أقسام يعني أقسم القرص اللي عنده دهوت إلى سبع أقسام وألون كل قسم منهم بألوان الطف بالترتيب لأنهم كلهم زي بعض وكلهم قد بعض بالزبط وكل قسم من الأقسام دهيت هلونه يعني لونه الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر الأزرق النيلي البنفسي وبعد كده هجي جاية في المركز بتاع القرص دهوت أعمل أسبت ألم رصاص فيها يعني سن الألم رصاص أسبته في المركز بتاع القرص وبعد كده أبدأ أدوره بإيدي كدهوت أقوم بإدارته بسرعة اللي أنا هجوفه فعلا سبحان الله هجوف أن الألوان المختلفة بتاعة ألوان الطرف ده هي تبدأت تندمج وتكون لي لون الأي الأبيض وما بيبقاش أبيض أبيض ولكن ما بتقدرش تفسر الألوان عن بعدها بتلاقيه لأنه يكون لون الأي الأبيض يبقى معنا كده أن نحن عن طريق المنشور السلاسي قدرنا نحلل اللون الأبيض إلى سبع ألوان أو الضغر الأبيض إلى سبع ألوان وقدرنا أن ندمجه مرة تانية ونحوله إلى الضغر الأبيض عن طريق هذا القرص خلاص طب نفصل الكلام ده ازاي نفصل الكلام ده لو جبنا احنا برضه اتنين منشور منشور معدول والمنشور التاني مقلوب المنشور المعدول اللي احنا بنتفق فيه ان احنا بنحلل به الوان الطيف الدوق الابيض بتحلل به الى سبع الوان نجي بعد كده نجي واخدين نخليه السبع الوان دولت يسقطوا على المنشور المقلوب هنبص اللي يطلع من النحية التانية المنشور المقلوب ده هو تدوق الايه الابيض كأن واحد حلل المنشور والتاني قام بتجميع ألوان الطيف إلى الضوء الأبيض مرة تانية طيب إزاي أنا بشوف الأجسام بقى؟ إزاي بشوف الأجسام الملونة؟ بيون دلوقتي إحنا هنشوف رؤية الأجسام الملونة الشفافة ونصف الشفافة إزاي بشوف المشفافة ونصف الشفافة؟ هنشوف إزاي بشوف الألوان المعتمة الملونة والبيضاء والسوداء إزاي هرى الألوان المعتمة من خلال الأجسام الشفافة؟ هناخد أول حاجة رؤية الأجسام الشفافة ونصف الشفافة إحنا مثلاً لو عندنا إزازة حاجة سائعة لونها أخضر أو لونها أحمر أو لونها أي حاجة الإزازة دي شفافة يأما تكون شفافة يأما تكون نصف شفافة طيب الإزازة ده هي سقط عليها الضوء الأبيض اللي هو يعتبر مكون من سبع ألوان اللي هم ألوان الطيف إيه اللي بيحصل؟ الجسم الشفاف ده أو النصف الشفاف يقوم بامتصاص جميع ألوان الطيف اللي سقط عليه وينفذ منه بس ضوء اللون بتاعه يعني لو هي الإزازة خضرة ينفذوا لونها الأخضر بس لو الإزازة زرقة ينفذوا لونها الأزرق بس لو الإزازة حمراء ينفذوا لونها الأحمر بس والبقى يحصلوا إيه؟ يمتص ده بالنسبة للأجسام الشفافة هو النصف شفافة طيب بالنسبة للأجسام المعتمة الجسم المعتم ده هوت اللي هو مش شفاف ولا نصف شفاف لون زي مثلاً اللي هو الموز اللون موز ده هوت لونه أصفر إزاي بشوف المزدى باللون الأصفر يسقط الضوء الأبيض اللي هو مكون من سبع ألوان ويقوم يمتص اللون المعتم ده ويمتص جميع الجسم المعتم يمتص جميع ألوان مطيف إلا لون واحد بس اللي هو بيعكسه على العين اللي هو اللون الأصفر اللي هو لونه لو عندي تفاحة حامرة تمتص جميع الألوان معادة اللون الأحمر بتعكسه على العين فعشان كده بشوفها باللون الأحمر لو عندي تفاحة خاضرة تقوم تمتص جميع الألوان معادة اللون الأخضر ينعاكس كلمة خدوا بالكم ينعاكس على العين ويسبب الإحساس باللون الأخضر هنا هوت في الشفاف والنصف شفاف ما بنقولش ينعاكس بيقول ينفز من خلاله لأن احنا عارفين الأجسام الشفافة ونصف شفافة تنفز الدو أما المعتمة فتعكس الدو خلاص ما يجي يقول لك علل بيظهر زجاج النفيزة الأزرق باللون الأزرق ليه؟ لأنه يمتص جميع ألوان الطف معادة اللونه اللي هو اللون الأزرق بيعمل إيه؟ فإنه يسمح بمرورة أو ينفزه الطماطم ده جسمه معتم بنشوفها لونها أحمر ليه؟ لأنها بتمتص جميع الألوان معادة اللون الأحمر فإنها بتعكسه ومدام نعكسوته وسقط على العين فبشوف باللون الأحمر طب أنا بشوف الأجسام المعتمة البيضاء بيضاء ليه؟ أكيد أنتوا فهمتوا كده اللون الأبيض لما يسقط على الجسم الأبيض المعتم يقوم ما يمتصش منه حاجة خالص ليه؟ لأنه هو لونه أبيض والضوء الأبيض سقط عليه لونه أبيض دي نفسه اللون يقوم يعكسهم يعكس جميع ألوان الطيف فبالتالي بشوف ألوان الطيف السابعة مع بعضهم اللي هما بيكونوا مدمجين فبالتالي بشوفهم باللون الأبيض خلاص؟ عشان كده بشوف أي جسم باللون الأبيض لأنه بيعكس جميع ألوان الطيف طب مثلا لو أنا عندي سقوده أحمر على جسمه معتم أبيض إيه اللي بيحصل له؟ طبعا الجسم المعتم الأبيض دهود بيعكس جميع الألوان فبيعكسوا اللون الأحمر فبالتالي بيشوفوا باللون الأحمر طب الأجسام المعتمة السوداء بيحصل لها إيه؟ عكس الأبيض بالضبط الأبيض كان بيمتصش جميع الألوان أما الأبيض كان بيعكس جميع الألوان عفوا أما الأسود فبيمتص جميع الألوان لما يسقط عليه الضوء الأبيض فبيمتص جميع الألوان فبالتالي ما بيعكس حاجة على العين الان الاسود ليه? لان لما سقط الضوء عليها امتصت جميع الالوان وبالتاني ما فيش حاجة انعكست على العين فبالتاني انا ما شفتهاش. احنا ليه بنشو بنبس الملابس السوداء والقاتمة في الشتاء وبنلبس الملابس البيضاء في الصيف. في الشتاء احنا اتفقنا الملابس السوداء بتنتص جميع الاشاعة. فلما بتنتص جميع الاشاعة فبتحس الانسان بتدفع. في الصيف بتبقى دائما بنلبس الملابس البيضاء. الملابس البيضاء ده هي بتعكس جميع زي ما اتفقنا اللي بيعكس جميع الاشعة فبالتالي ما بيحس الانسان بالحرارة طيب بيقولك علي عندما يسقط دوق اخضر على جسم معتم ابيض نراه باللون الاخضر ليه لان الجسم المعتم الابيض ده هو بيعكس جميع الالوان فيظهر باللون السقط عليه لو سقط عليه دوق احمر يظهر باللون الاحمر سقط عليه الضوء افضر يزهر باللون الاخضر سقط عليه الازرق يزهر باللون الازرق عندما يسقط دوق اخضر على جسم معتم اسود فانه نراه باللون الاسود ليه لان اللون الاسود بيمتص جميع الالوان ولا يعكس منها اي اي شيء فبالتالي مدام امتص جميع الالوان فاحنا ما بنشوفش ليه حنا ما بنشوفش في الظلمة مثلا بنشوف الحاجات والحولينا سودع لأن ما فيش أشعة سقطت على العين وبالتالي أنا مشوفتش أي لون فبالتالي بشوف كل حاجة باللون الإيه الإسود الإنسان الأعمى برضو نفس الحكاية ما بيباش شايف حاجة ليه لأن ما فيش حاجة سقطة على العين لأن العين فيه مشكلة أن هي ما بتستقبلش الدق فبالتالي مش شايف حاجة ما فيش دق بيوصله في العين فبالتالي بيشوف كل حاجة باللون الإيه الإسود نسأل الله العافية وربنا يحفظ عليكم سامعكم وأمصاركم وأشوفكم على خير ويارب تكون فهمت الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته